ميليشيا الحوثي تشن قصفاً بطيران المسير على القرى السكنية شمالية لحج تفشي حمد ضنك في أحد مخيمات النازحين بمحافظة مأرب وحملة إلكترونية تطالب بسرعة محاكمة قتلة الشيخ الباني في محافظة شبوه نشرة إخبارية مفصلة على قناة يمن شباب حياكم الله والبداية من لحج حيث شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفاً بطيران المسير على مناطق وقرى سكنية شمالية المحافظة مصدر محلي قال إن القصف استهدف عزلة الضاحي بمنطقة كريش في مديرية القبيطة مخالفاً حالة من الرعب والهلع بين أهالي المنطقة دون أي خسائر تذكر ووفقاً للمصدر فإن القصف الحوثية طالما واقعاً لقوات الجيش والمنقاومة ما أسفر عن إصابة جندي وذلك بعد أيام من هجوم شنته الميليشيا في جبهة الحد يافع الذي أسفر عن استشهاد جنديين قال وزير الدفاع الفريق محسن الداعري إن ميليشيا الحوثي قامت بتصفية عدد من أسر الجيش بعد تعذيبهم بوحشية مفرطة وأكدت داعري في تصريح متلفز أن الميليشيا أعادت أسر الجيش في صفقة التبادل الأخيرة جثثاً متفحمة بعد إخفاء مصيرهم لأكثر من عام وتعهد وزير الدفاع بموضي القوات المسلحة في معركتها لهزيمة ميليشيا الحوثي وأخضاعها للسلام الشامل وكانت قوات الجيش تبادلت مع ميليشيا الحوثي عدداً من جثامين جنودها بينهم تسعة من أفراد الجيش أسرتهم الأولى في أكتوبر 2021 أثناء سيطرتها على مديرية الجوبة بمأرب وقامت بتصفيتهم وصب مادة الأسيد على أجسامهم وأخفت جثتهم لعام وثمانية أشهر حالة من الجمود تخيم على المباحثات بين الرياض وميليشيا الحوثي الإرهابية في مؤشر ينبئ بحجم التعقيدات والشروط التي تضعها الميليشيا والتي قد تفشل المحادثات التي تراهن السعودية والمجتمع الدولي عليها لإيقاف الحرب الجمود هو السائد وسط ما قد يبدو تعثراً في المباحثات بين السعودية والإرهابيين الحوثيين الموالين للنظام الإيراني في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على وجود تقدم منذ أن التقى سفير السعودية لدى اليمن بقيادة الحوثيين في صنعاء قبل نحو شهرين وحتى اللحظة لم تتضح نتائج تلك الزيارة وبماذا خرجت ولم يعرف ما هو مصير تلك المباحثات وهل تعثرت ووصلت إلى طريق مزدود أم أنها مستمرة ولكن في القنوات السرية دون حدوث تقدم في الطاولة وعلى الأرض على أنه لا توجد أي مؤشرات على وجود تقدم أو استمرار تلك المباحثات وهو ما يفسر تحذير مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن منها شاشة الوضع في اليمن والمنطقة بالرغم من حالة خفض التصعيد الراهنة ولم تمضي أيام قليلة على تحذيرات المبعوث حتى أطلقت ميليشيات الحوثية الإرهابية تهديدا وتلويحا بعودة التصعيد العسكري ضد السعودية في خطابه بمناسبة الاحتفال بالصرخة الخمينية قبل أيام هدد كبير المجرمين الحوثيين عبد الملك الحوثي بتصعيد عسكري واسع وتواعد باستئناف قصف الموانئ والحقول النفطية في حضر موت وشبوة بل ذهب للمرة الأولى يهدد برفض استمرار الوساطة العمانية وسخر من محاولات السعودية لعب دور الوسيط بقدر ما تعبر التهديدات الحوثية عن صعوبة خيارات الميليشيا مع عجزها تنفيذ تلك التهديدات وفقدانها للقدرة العسكرية على الأرض مع افتقادها قراراتها التي تتحكم بها إيران وفي الوقت نفسه يؤشر التهديد الحوثي على وجود تعثر في المباحثات بين الحكومة الشرعية والإرهابيين الحوثيين إلى ذلك طلبت شبكة حقوقية ميليشيا الحوثي بالإفراج عن 17 مواطنا من الطائفة البهائية بينهم خمس نساء وذلك بعد أن اختطفتهم عقب مداهمة منزل أحد مرجعياتهم في صنعاء الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استنكرت مداهمة منزل المرجعية البهائية عبدالله العلوفي الخميس الماضي في صنعاء معبرة عن إدانتها للانتهاكات الحوثية لمن يخالف الميليشيا في الفكر والمعتقد واعتبرتها تجريفا لمظاهر التنوع الديني والتعايش الاجتماعي وحملت ميليشيا الحوثي سلامة وصحة المختطفين مطالبة بسرعة الإفراج عنهم ورد الاعتبار لمن لحق بهم الضرر المادي والنفسية تمارس قيادات الميليشيا الحوثية الإرهابية كل صنوف البطش والإيذاء والاعتداء ضد المواطنين في مناطق سيطرتها وما برز مؤخرا من تناولات إعلامية حول اعتداءات المدعو هاشم الشامي ما هو إلا نزر يسير طفح به الكيل يمارس القيادي هاشم الشامي الذي يعمل رئيسا للهيئة العامة للأراضي والعقارات ورئيس المؤسسة العامة للكهرباء في مناطق سيطرة الحوثة يمارس عن طريات واعتداءات ضد الموظفين في المؤسسات التي يديرها يرى الشامي أنه لن يقدر عليه أحد فهو أحد أذرع القيادي أحمد حامد مدير مكتب رئيس المجلس السياسي للميليشيا المدعو مهدي المشاط وأحد أقوى رجاله في السيطرة على الإيرادات في المناطق الخاضعة للجماعة المدعومة من إيران قبل أيام توفي الموظف السابق في هيئة العقارة بصنعاء أحمد حسن اللساني 33 عاما بعد أشهر من الاعتداء عليه من قبل المدعو هاشم الشامي بالسب والقذف وصولا إلى رفع الحذاء في وجهه والد أحمد اللساني أكد أن نجله توفي كمدا وقهراء بسبب الظلم والغبن الذي لاحق به من اعتداء الشامي عليها في مصلحة الأراضي والعقارات بما في ذلك فصله من العمل وتوقيف رواتبه لأشهر دون أن يجد أي إنصاف وفي وثيقة حصلت عليها يمن شباب تشير إلى أن الشامي اعتدى على عنصر حوثي آخر يعمل نائبا لحراسة المنشآت في محطة كهربائية تعز الحوبان بالسب والشتم ونزع رتبته لرفضه إخلاء حراسة موقع تابعا لمؤسسة الكهرباء إضافة إلى ذلك قام الشامي بإهانة عنصر كبير في الميليشيا في تعز وشخصين آخرين في صنعاء وما خفي أعظم وكل هؤلاء لم يحصلوا على أي إنصاف بالرغم ما قدموه ويقدموه من خدمات في المؤسسات التي يعملون فيها لصالح الحوثي وهكذا يمارس القيادي الحوثي النافذ هاشم الشامي لاعتداءات ضد الموظفين بشكل عن جهي فقد تعهد لأحمد حامد بجمع أكبر قدر من الأموال من المؤسستين التي يديرهما في مأرب كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عن تفشي حمى الضنك بأحد مخيمات المحافظة للنازحين الوحدة في بيان على صفحتها على الفيسبوك أفادت أنها سجلت 71 حالة إصابة بالحمى التي تفشت في أوساط النازحين بمخيم الحصون نتيجة البعوض المنتشر في بركي وبقايا مياه الأمطار ودع البيان النازحين إلى ضرورة الالتزام بطرق الوقاية من الإصابة بحمى الضنك واستعمال الوسائل الوقائية إضافة إلى القضاء على مواقع تكاثر البعوض مثل التجمعات الصغيرة للمياه في إطارات السيارات وجوار المنازل ومساكن النازحين تعهدت لجنة الاعتصام السلمي في المهرة بإفشال مخططات قوات الانتقالية والاستمرار في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة جاء ذلك خلال لقاء عقدته لجنة الاعتصام في المهرة برئاسة رئيس الدائرة السياسية سعيد عفري لمناقشة آخر المستجدات وتطورات الأخيرة التي تستهدف المحافظة اللجنة في صفحتها على فيسبوك قالت إن الاجتماع وقف على عدد من النقاط الهامة ومناقشتها واتخاذ كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن المهرة وحمايتها من أي تدخلات أو جرها إلى مربع العنف والصراعات وقال عفري أن تحركات الانتقالي مرصودة من قبل أعضاء لجنة الاعتصام وسيفشلون مثل ما فشلوا سابقا داعيا أبناء المهرة للاستمرار في الحفاظ على محافظتهم وتجنيبها الفوضى والتخريب والانقسام والصراعات تنطلق مساء اليوم حملة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي إحياء لأربعينية الشهيد الشيخ عبد الله الباني مدير مكتب الصحة في مديرية بيحان الذي اغتالته عناصر تابعة لقوات دفاع شبوة التابعة للانتقالي يوم عيد الفطر الماضي الحملة التي تنطلق عند الثامنة من مساء اليوم وتحمل وسم أربعينية الشهيد الباني تهدف بحسب القائمين عليها إلى التذكير بقضية الشهيد الذي تم تصفيته داخل مصلى العيد كما تهدف إلى المطالبة بسرعة البت في محاكمة القتل والقبض على من تبقى من المتهمين في القضية من عسكريين ومدنيين ممن خططوا وشاركوا في الجريمة في ملف صافر أعلنت الأمم المتحدة أن مستعدة لبدء عمليات إنقاذ ناقلة النفط العالقة قبلة سواحل الحديدة والمحملة بأكثر من مليون برميل من الخام ما يشكل خطرا كبيرا على البيئة وفاد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي في مؤتمر صحفيا عبر الفيديو من علامة مركب دعم وصل إلى الناقلة قال نشعر بسعادة بالغة لوصولنا إلى الموقع حيث يمكننا بدء العمل مشيرا إلى أن عمليات الضخ ستبدأ في غضون عشرة أيام إلى أسبوعه ويهدد الخزان صافر المتهالك الذي يرسل قبالة ميناء رأس عيسى بكارثة تسرب نفطي ستكون نتائجه كارثية وستقضي على حياة الكائنات البحرية في البحر الأحمر أفرجت السلطات الإرتيرية عن 115 صيادا يمنيا بعد أشهر على اختطافهم من المياه الدورية ومصادرة قواربهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد مصادر محلية قالت أن الصيادين المفرج عنهم وصلوا إلى ساحل الخوخة جنوبية الحديدة مشيرة إلى تعرضهم للتعذيب والأعمال الشاقة بالسجون الإرتيرية تمارس السلطات الإرتيرية انتهاكات تعصفية بحق الصيادين اليمنيين ابتداء من اعتراضهم في المياه الدورية واقتيادهم إلى سجونها ومصادرة قواربهم بما فيها من معدات صيد وأسماك ويطالب الصيادون الحكومة بالتدخل لوضع حد للتعصفات الإرتيرية بحق الصيادين اليمنيين في البداية اليوم الخوخة بأبنائها بكل يستقبل أبنائهم المحجوزين في إرتيريا والبالغ عددهم 168 في بعض اللحظات سيصل 115 صياد على متن قارب 115 صياد نشكر الجهد الذي عمله التابع بعد أمر الإفراج وهو سفير اليمن لدى دولة إرتيريا والله نسكو إحنا من المقرأ المقرأ اللول حقنا وإحنا قاتلين نايمين أقصحوا إحنا نايمين مشينا معاهم من البلادهم يعملوا إحنا حقار كبير أشغال شاقة من الساعة 4 الفقر حتى الساعة 8 ونص على الصفرة ما ناكل شي الأكل ما ناكله إلى الساعة 9 ونص حبتين باني وقليل أدس وقليل شاهن هذا اللي ناكله أربعة شهور وإحنا نستعد يا أبو الرجال إلى البحر هذا بذلك الأمر مسكحنا الدوري وهو في قريب بحرنا ما هو في بحرهم على خمسة مئة من القبل ما هو بعيد والله وشلوا كل ممتلكات المواطنين وساروا هناك في قحرور وفي بقية المناطق يشتغلوا عليهم بالحجار ويشهد الله كيف حالهم عليهم بالإنقاذ ينقضوا أخواننا اللي هناك في قحرور أملاكهم راحا أملاكهم راحا بذلك الأمر وإجزامهم كذلك غلقت هناك فوق الحجار والأشجار الشهد الله والضر فوقهم إنسانيا أعلنت نقابة السائقين عن وفاة وإصابة سبعمائة وعشرة أشخاص بسبب الحوادث والطرقات البديلة شديدة الوعورة التي يضطر السائقون لعبورها نتيجة إغلاق ميليشيا الحوثي للطرقات الرئيسة في عدة محافظات وقالت النقابة في بيان لها إنها سجلت خمسمائة وعشرين حادث انقلاب وتصادم وجرف للسيول تقريبا وزعة على أكثر من خمس عشرة محافظة وتوفي خلالها مئتان وعشرة أشخاص فيما أصيب خمسمائة آخرون بجروح متفاوتة بحسب البيان فقد تجاوزت قيمة الخسائر المادية التي لحقت بالشاحنات والبضائع مئات الملايين من الريالات حيث لا تقل قيمة الخسارة في حادث واحد عن مليون ريال يمني وأشر البيان إلى معاناة السائقين نتيجة أعمال التقطع للشاحنات والمركبات في عدة محافظات مطالبة بحماية السائقين وفرض الأمن ومنع عمليات التقطع وتجنيب وإيقاف الجبايات الثقيلة التي أرهقت السائقين في ملف ضحايا الأمطار أفد سكان محليون بوفاة امرأة ونجاة زوجها بعد أن جرفتهما سيولو في مديرية ياريم شمالية محافظة إب وبحسب سكان فإن زوجة المواطن علي عبد الله الذيب من أهالي قرية شعر عزرة بني عمر توفيت بعد أن جرفتها السيولو أثناء محاولتها وزوجها العبور في مجرى للسيول التي جرفت أيضا عددا من المواشي التابعة للأسرة في الحادثة نفسها جاءت الحادثة بعد أيام من حادثة مماثلة راح ضحيتها امرأة في مديرية ذي السفال في ظل استمرار تدفق السيول جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ أشهر في ذات السياق دع المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين إلى عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية وعدم التواجد بالقرب من الأشجار العالية والأعمدة الكهربائية وعدم استخدامها أثناء العواصف الرعدية جاء ذلك في النشرة اليومية للأرصاد حيث توقع هطول أمطار رعدية على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، وصنعاء، وذمار، وريمة، وإب، والبيضاء، وتعز، وأجزاء من السواحل الغربية، وسهل تهامة، والضالع، ولحج، وأبين، وشبوة، ومأربة، والجوف وحذر المواطنين في مناطق هطول الأمطار من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب وعدم المجازفة بعبورها أثناء أو بعد هطول الأمطار ختم النشرة عدو أذكر بأبرز ما جاء فيها ميليشيا الحثي تشن قصفاً بالطيران المسير على القرى السكنية شمالية لحج تفشيح مضبنك في أحد مخيمات النازحين بمدينة مارب وحملة إلكترونية تطالب بسرعة محاكمة قتلة الشيخ الباني في محافظة شبوه ختم نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر